احباي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب حياة مسيحية ناخد سؤال من اسئلة الجميلة جدا اللي اتبعتها لكم واحنا بنوبوا حارسين جدا احنا نجاوب على كل اسئلة فاتطمنوا ان اي سؤال بيجي بنهتم بيه جدا السؤال بيقول ازاي الانسان يقدر يحافظ على الشغف في التغيير اللي بيكون في اول طريق التغيير وبعدين بيقل سؤال حلوة ومرافو يعني بشكر وبحيي الناس اللي بتكتب الأسئلة الجميلة دي ازاي الانسان يقدر يحافظ على الشغف يعني الرغبة الشديدة في التغيير اللي بيكون في اول طريق التغيير وبيقل الشغف بيقل ليه بيقل ممكن لان انا يكون مستعجل عايز يشوف النتيجة في اسرع وقت ممكن فلازم ادي للموضوع وقته الطبيعي قلنا لما نحب نكون أي عادة من العادات الجديدة وتستمر معانا بداخل مننا ثلاث مراحل كل مرحلة حوالي ثلاث أسابيع فأنا محتاجين حوالي 21 أسبوع علشان الحاجة دي تبقى جوانة ونستمر فيها باستمرار فأنا سعب بنستعجل أنا عايز أنا خلاص غيرت مثلا حالة النفسية بتمرين من تمرينات فأنا عايز التمرين ده خلاص يستمر على طول عندي شغل فينا نعمله وبعدين الشغل بيقل لأن أنا منستعجل عايز أشوف نتيجة كبيرة جدا في خلال وقت قليل لأ لازم أعرف أن النتيجة هتاخد وقت شوية حسب نوع التدريب وحسب نوع الحاجة أو تغيير اللي أنا عايز أعمله الحاجة بقى المهمة جدا جزء مهمة قوي قوي بيساعدنا عن موضوع التغيير وهو ده اللي بيقلل الشغف كلمة ليه ليه أنا عايز أتغير كلمة ليه الإجابة بتاعتها شيء له قيمة أنا ليه عايز أتغير لازم الحاجة ليعرف أن في قيمة كبيرة جدا وراء التغيير اللي متاجد هذه القيمة كبيرة هيقل الشغف عشان كده الشغف يقل من غير ليه عارفين من غير ليه الشغف يقل بقى من غير ليه لما يكون مفيش ليه كلما كانت ليه قوية كلما كانت تطبيق ساحل جدا المخ أول ما يعرف ليه بتاعتها تطبيق قوية يبقى التطبيق ساحل جدا ويلاقى طرق كثيرة جدا يتغير بيها فالشغف بيقل للإنسان لما بيفقد كلمة ليه لماذا لما يكون لماذا دي مهمة بالنسبالي وشيء قوي بالنسبالي وشيء بيحرك مشاعري فعلا من جوايا هستمرر في الموضوع ده أول ما تقل الليه مخ يقولك لا يعمل تغيير إيه بقى بتاعه لأن الليه عندك أو لماذا عندك ليست قوية فمهم أنك أنت تكبر الليه ده هي تشوف لماذا أنت عايز تتغير حتى اللي مهم إيه يحصل في حياتك نتيجة التغيير لازم يكون عندك وقت وعندك صبر أن التغيير بياخد وقت في حياة الإنسان أما تغير عادة بعادة تخيل أن العادة القديمة برضو خدت وقت عبال ما تكونت فالعادة الجديدة تاخد وقت عبال ما تتكون فلازم تدي نفسك وقت معين وكل ما الشغف في إيه فكر نفسك بالموضوع آخر حاجة أقولها لك أربط التغيير بمكافأة أين كانت مكافأة ولو مكافأة مادية ولو مكافأة معنوية بس تربط التغيير بمكافأة فمخك يقول لك خلاص طالما التغيير فيه مكافأة هيساعدك على التغيير ده فيرجع لك الشغف تاني فأنا دلوقتي عشان أتغير ويكون الشغف عندي باستمرار لازم أعرف أن أنا أخد وقت شوية عشان أتمرن أمرن العضلات سواء العضلات الحقيقية أو العضلات الزهنية بتاعتي أو العضلات المشاعرية لازم أستنى شوية أتاخد وقت لازم كلمة ليه كل ما الشغف فيه إلا أقول هو أنا ليه عايز أتغير ليه عايز أتغير ولازم أعرف أن التغيير لابد أن هو يرتبط بمكافأة فمخي يساعدني عقلي يساعدني أن أنا أوصر للتغيير اللي أنا عايزه حلو السؤال جدا ونحترم كل أسئلتكم إن شاء الله الحلقة الجاية نجاوب على سؤال قيم وحلو من أسئلتكم نشكركم شكرا جزيلا وشكرا الحلقة الجاية إن شاء الله